موسيقى 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 ارجع على احمد محسن نفسه السنة من السنين وانت متلقلك مع المقصة جالك عارض بالنادي الاهلي ليه الامور ما مشيتش؟ من وزمالك كان فيه معرفش كانوا تكلموا في النادي وفجأة الموضوع وقف الاهلي رح واخد وحيد كنت انا وحيد بنلعب بس وحيد كان اقرب مني الاهلي انا كان فيه كلام في الزمالك بس في الفترة اللي عبدالشافي راجع فيها من السعودية فخلاص فاوبشن عبدالشافي طبعا كان افضل لسه انت هتدفع في الوصل للمقصة وتشتري العيب وانت جالك عبدالشافي ساعك اصلا انطلب مبلغ كبير كده كان كنت هناك في المقصة اصلا كنت بجدد عقد وكلام انت بزبط عادي وكده فالتليفون جيه انا هناك سبحان الله وكده وتكلمه وقال له مبدئيا مليون دولار قال له مليون دولار وحنا هنجيبها بطريقة باك ليفت وعايزين قدامك المكالمة دي مين اللي قال مليون دولار استاذ محمد مجد كان مش فرامع الكورة في ال فهو قال طبعا كنت قاعد فالتليفون من مين مش عايزة احمد محسن مش عايزة احمد محسن تريزيجيه واجده التليفون من مين مش عايرف بقى وقتها من مين متكلمناش في تفاصيل قوي بس هو كان حد جوه النادي او وكيل كان النادي مفوضة او حاجة زي كده مش فاكر يعني بالتفاصيل فكلمه وانت قاعد معاه اه كنت انا موجود اه قال له بقى ايه مليون دولار اعلم لي قال عبدالشافي جاي في عرب لطيارة من السعودية الديت كان نفسك تتم طبعا اعلى حاجة في الكورة ليك منتخب مصر اهلي زمالك يعني انت كده عملت كل حاجة في كورة في مصر لك تلعب اهلي او زمالك ومنتخب مصر خلاص يعني الارب الاحمد محسن عشان يبقى عمل كل حاجة في الكورة اه في الفترة دي منتخب مصر فيما بعد السيراميك كليبطر انا من يوم ما تولدت انا بشجع سيراميك اعملت انت تيك توك على قصة سيراميك كليبطرة دي اه كتير اه انا دايما بيتسائل السؤال يعني دايما بيتسائل السؤال ده انت اهلا ولا زمالكاوي اهلا ولا زمالكاوي عايز تروح الاهلي عايز تروح الزمالك فانا اوفشان الرد انا بالنسبان انا في نادي كبير حتى لما كنت في المقصة كنت كده انا بحترم النادي جدا لانا متعقد معي فما ينفعش اطلع انت اعلن انتماء النادي وانا قريدي يعني اكل ايش بالنادي ده فمش حلوة لقد دران انت بتلعب ضد اهلي او زمالك حصل منك حاجة هيقولك طبعا انت فاهم الجمهورة هيقولك ده مفوت للاهل اللي هو اهلاوي ده مفوت للزمالك كلام المشكواس اللي بتقال ده انا احبش احط نفسي في موقف خمسين خمسين يتقال عليا كلمة حصلت واقعة زي دي وانت في المقصة مع صالح موسى مطش الزمالكاوي ومش عايف ايه وبعد كده قالك هو سايب المطش اه اه فمحبش انا محبش احط نفسي فيه كالعيبة بتتدايب لما الجمهور بيفتكر ان فيه العيب منكو سايب المطش اه مفوت وده مبيحصلش اه طبعا اكيد